من مدرسة الشرطة بالدار البيضاء بالعاصمة أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل على إطلاق السنة الدراسية الشراطية 2016-2017 افتتاح تابعته عدة مدارس للشرطة عبر تقنية الاتصال عن بعد على غرار مدرسة تطبيق الأمن الوطني بالبليدة ومدرسة الشرطة بعنبا وسدي بالعباس وغيرها لتنطلق بذلك وبشكل رسمي السنة التكوينية للأمن الوطني على مستوى 14 مدرسة للشرطة موزعة عبر كامل أنحاء الوطن إن هذه السنة الدراسية التي نصرف على افتتاحها اليوم ستنطلق على مستوى 14 مدرسة للشرطة موزعة عبر كافة القطر الوطني باستقبال أكثر من 9 ألاف طالب متربس لفئتي الملازم الأوائل وعواني السرطة بهيئة تأطير بداغوجي متكون من موظفين متخصصين جددوا لهذا الغرض جندوا لهذا الغرض هذا وستشهد هذه السنة انطلاق 98 دورة تدريبية متخصصة في التكوين في مجال الشرطة العلمية والتقنية حقوق الإنسان الهجر غير الشرعية وغيرها مع استفادة أزيد من 14 ألف مستخدم الشرطة من التكوين في إطار الترقية إلى رتب أعلى وبرمجت 98 دورة تكوينية على مستوى معاهد الشرطة وكذلك فيه تكوين 14 500 فرض يتكون للارتقاء إلى رتبة أعلى في عدة مواضع قد برمجت قلت على مستوى المعاهد انتع المؤسسة وعلى مستوى المدرسة العليا لشرطة تخص الضبطية القضائية تخص الشرطة العلمية والتقنية تخص كما قلت الهجرة الغير الشرعية تخص حقوق الإنسان وتخص عدة مواضع أخرى كالمناجمنت والتسيير وإلى غير ذلك بدرس النموذج حول ذكر الوطنية قدمه الباحث في التاريخ لحسن محمد زغيدي تم الافتتاح الرسمي لسنة الدراسية الشرطية كدليل على اهتمام جهاز الأمن الوطني بأهمية التاريخ وضرورة ترسيخه في الأجيال الصاعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر